السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية السلام عليكم متابعين الكرام انتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي في هذا الفيديو سنتقسم معكم الصور لنالت اهجاب كبير لدى متصفح الفيسبوك ولقات واحدة رواج كبير عبر مواقع تواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك والى اخيره نبدأ من الصورة الاولى خدرعوي ناتك يحمدي الصور الاتية اليوم من الجارة الشقيقة الجزائر تثلج القلب وتجدد الامل في نهوض الامة كما ارفقها صاحب التدوين بهاشطاق الموجة الثانية اهديك سلاما يا جزائر صراحة صورة رائعة يعني ان الجزائريين اه بالعاصمة الجزائر اه كاملين خرجوا وانتقوا بلسا واحدة لا للعهدة الخامسة هات الصورة اللي كتشوفوا دبا دي الوحد الشرطي اللي كي يظهر على الملمح دي الوجه ديالو انه كيبكي اه بعد ما امروا اه اطلقى اوامر عند شاف ديالو باش يوجه اصابع الاتهام المتظاهرين ولكن هو ارفضه او الاصدقاء ديالو باش ينفذوا الامر فانهار باكيا مصطفى رحينا واش فراسكم عندنا شي برلمانيين ورؤساء جماعات باقي في بلايس هومنين كان بوت فليقة باقي كي يقرف وجده العالم يتساءل ماذا يحدث في الجزائر الشعب يرد اننا ننظف قمامة فرنسا من بلدنا نعم صدقت اما مصطفى ولد حدو المدن الجزائرية خرجت عن بكرة ابيها اليوم بعد صلاة الجمعة لتقول لا للعهدة الخامسة وارفقها باش طاق الجزائر تنطفد انها الجزائر يا سادة لو خرجت مثل هذه الاعداد في بلاد المستعمل لخربت البلاد ولطار مكرون بالليل قبل النهار يا معشر المتظاهرين لا تقطعوا شجرا لا ترفعوا حجرا لا تكسروا زجاجا الحكومة لا تملك شيئا كل الاملك للشعب ولا تقولوا عن رئيسكم مروكي صراحة اذا بلك غرب ولا شي طائر غير سير دير نضادر صراحة كي يبلي طائر ولكن نخصنا ركزه مزيان ونشوفه وش فعلا طائر ولا شي حاجة اخرى يلا شفنا مزيان وكانت عندك دقة ديال الملاحظة غدي تشوف لانه واحد لمش يعني قلب الرأس ديالو كي يشوف اللي عندك يعني هو كي يشوف يعني الجهة يعني اعطيك بالظهر ولكن هو قلب الرأس ديالو شاف اللي عندك هنا يعني الودين ديالو كتبان بحل منقاب ديال شي طائر او شي غراب ولكن هو ماشي ديال شي طائر وانما قط العين التانية اللي لتحت ما كتبانش مزيان دكش اللي كي انه تشوفوا بحل طائر ولكن هو قط حسن الطرفوي الجزائر صعدت رؤوسنا بحق تقرير المصير ارحموا فقط بوتفليقة واتركوا الشعب يقرر مصيره بنفسه اكرام الميت دفنه وليس المتاجرات باسمه عبدالقدر بوشيريته كي سرقها يقول السويد وكي هدر الشعب يقول سوريا مصطفى رحين المدى واحد من هاد القانون كتقول اللي جاي من برا وجايب معاه الفوط والشورت والشيل اخر مرحبا واللي هاز كاميرا ولا كتاب ولا ميكرو راه تيقلب معنا على الصداع اشتركوا في القناة